فتوح هيروح الأهلي ولا مكامل مع الزمانك؟ أحمد فتوح فضل له سنة في عدو يناير الجيم دي لأي فريق خلال الأيام اللي فاتت دي خرج كلام فتوح وقع للنادي الأهلي مش بيتفوض وقع للنادي الأهلي برضو زي ما نمتعودين أنا كلمت فتوح دايرك فتوح بقعت له خبر كلمنا قال لي ما فيش أي حاجة من دي ما وقعتش لأي فريق مش أهلي ما وقعتش لأي فريق ولكن ما أعلمه من النحة الثانية اللونة الزمالك الزمالك عايز يتحرك في الأمة الجاية لتجديد عقود إدنين لعبة لتجديد بس فتوح قال لك أنا ما وقعتش لأي حاجة لأي فريق فاكر صبر رحيل لا أنا فاكر صبر رحيل ده ملوم في المية لا فاكر الناس طيب أنا فاكر والله فاكر وقع صبر رحيل كان لباية هو لأهلي كسر لما سألوه قالوا أنت وقعت لأهلي فقال لهم لأ مستحيل وأنا مش هواكع على النادي الأهلي وبتاع فهم تعيبا روحوا نام وسيحوا لو بتشيرت النادي الأهلي بس أنا صبر كنت عارف أنه وقع يعني كنت عندي المعلومة وأنا رحك سأل وكريم يوصد أنه إيه لأ لا يعني يا أسوء عادي أنا سهل لهم لأ لا ما وسهل بس أنا دايما يعني برضو ما بديش المصدر بالنسبالي مية في المية كلامه مسلم بيه لا بتأكد من النادي ده والنادي ده واللعيب ولازم تتأكد من أكتر من مصدر لحد ما توصل للمعلومة فالزمالك بدأ يتحرك لتجديد العقل ولكن رغبة أحمد فتوح واللي وكيله بيشتغل عليها هو خود تجربة احتراف أوروبية وكيل أحمد فتوح وبالمناسبة وكيل مشترك ما بين إمام عشور ومصطفى محمد دعيبة كتير جدا بيتحرك وطريق حامد إنه هو يجيب لحمد فتوح عرضي من أوروبا واللعب يطلع أوروبا اللعب شايف إنه هو الأفضل بالنسباله إنه يطلع يخود تجربة أوروبية مش فتوح تريبا جات له بعد بطوية أفريقيا اللي فازت عرض في أوروبا ورفضت يعني الكلام ببقى فترة معيشة عرض شافعية لكن عروض رسمية وصلت للنادي ما كانش فيه عروض رسمية أوروبية ووصلت للنادي ففتوح رغبته أصلا لا هي التجديد للزمالك ولا هي الانتقال الأهلي اللي أنا أعرفه إنه هو بالنسباله شايف إنه هو لو طلع وجاب عرض كويس للزمالك بعد انتاء السيزون أوروبي أو على الأقل في يناير ويطلع نفس التجربة بالنسبة لإمام عشور ويطلع أوروبا شايف إنه الأمور بالنسباله هتبقى أفضل وهتساعده إنه هو يرجع تاني أساسي في منتخب مصر إنه فقد المكان شكرا